لتاني مرة وفي وقت قصير بيجي لنا هنا في قصة حقيقية مشكلة واحدة اتجوزت قبل كده ودلوقتي محتاجة الراجل في حياتها بس مشكلتها انه متجوز ومخلف شكلها أزمة مطلقات وقرامل كتير جدا وده اللي احنا بنحاول نشوفه هنا في قصة حقيقية لان انا دايما بنعتمد على الشق النفسي يمكن مش ناس كتير بتحسب ده بس السيطة لما جوزها بيتوفى او بعد طلقها لو كانت مخلفة بتحاول انها بنقوية ومش فارق معاها هنقد الشيلة انا عايش وربيهم ممكن تقعد سنية من غير جواز كل وقتها وتقطها وحياتها تحطه في تربية ولادها هتقول انها ضحي واهم حاجة مصلحة العيال على مصلحتي الشخصية بس الست في الاخر عندها مشاعر عندها احساسها مهما حاولت انها تداري انه انا عادي وقلبي ما يملاش غيره الاولادي وطبعتها ان هي ببشر هتنتصر عليها انسى في اي لحظة ضعف هتقول يا ريتني كم معايا راجل هتعترف فيها انك هتمحتاجها راجل زي ما الراجل هو كمان ما يعرفش يعيش من غير ست فيه بيعرفش يعيش ومن ستات كتير ان احنا بنشوفهم ههم ضحاياهم بييجوا في قصة حياة ما دايما بيقولك ايه ودي حاجة من الحاجات اللي بتزعلني قوي انتوا عارفين انه مش المريد اللي بيروح للدكتور النفسي انت لما تلاقي واحد بيروح للدكتور النفسي هو مش مريد هو المريد اللي ازاه بس هو عشان قلبه طيب وغالبان ومقدرش يستحمل الصدمة هو اللي بيتعالج لان دايما نيجي يقولك ايه انا نسيت يا اخي ان انا دايقتك ما هو الظلم بينسى بس المظلوم عمره ما هينسى مشكلة ان فيه ستات كتير قوي بتحاول تعوض السنين دي اللي ضحت فيها وحرمت نفسها وفي طريق غلط خالص يا شيخة تبقى عايزة في كام يوم خلاص انا انا هو ده الراجل اللي انا اتمنى هتعوضي سنين قعدتي فيها اتحرمتي سنين فهو ده الراجل اللي في كام يوم قدريش اقلبلك حياتك وانا هنا عايز اقولك وبسبب تصريحي ده في ارياف وقرة زعلوا مني وتقالتلي حتى في كذا قعدة وانا قعدة كده انه ايه سيلي ست تتجوز بعد جوزها اوعي لو محتاجة راجل تعودي بعد ما اتجوزك يا توف او بعد ما اتطلقت يعوض ليه الا لو كنت انا بحبه ومستنياه وعايز اروح معه في الجنة ويستاهل ان انا عود على ذكره لانه مش رجالة كتير تستاهل ان انا اولا عايز اقابل ده في الجنة انا موجوزة في الدنيا يبقى جوزة في الاخرى هقابلك تاني في الاخرى في رجالة تستاهل لكن تقعد تدفل نفسها بالحية زي ما بيقولوا تنسى تماما حياتها ومشاعرها وابقى شغالة انا بشتغل بروح يا جماعة بربي العيال وشغالة في شغلي وبشتغل ولا ليه انا مش قاله لا لا ارجع احب من اول وجديد وحس بان انا مبسوطة وانه في حاجات حلوة مثلا قلقانة ومحتارة وعايز البس احلى حاجة وابهره ده احساس حلوة قوي ده احساس بيعايش الواحد قوي طب ليه وكل ده احنا بنقول ان يكون فيه قواعد واصول واعمل اعتبار للحوالي انت ما خديش بالك من ده يا نورة ليه عقلي لا ما جبتش سيرت مراته ليه يا نورة مع انك كتبتي في نص الرسالة بقولك ايه كتبتي قعدنا وتكلمنا وتعرفنا قلت عايش هو ومراته جنبنا فانت واضح ان كان فيه قعدة بعد كده خدتي رقمه هو خديش بالك وانت عملا بتقولي الكلام ده كله ان انا بذكر الرسالة كويس قوي والقصة كويس قوي عشان اعرف الصغرة جات منين هو داخل منين عارف منين ان نورة محتاجة راجل لما نورة بدأ صوتها يتغير في التليفون وهو بيكلمها مش هو ده الراجل الراجل ما يقوليش بيعيش اقتك عشان افتح مشروع وخلي بالك الراجل بينزل يشتغل اي حاجة ما يقولك عالي عشان اعالي داخلي لو عايز اتجاوزك انا عمل اي حاجة بعين ليه اتجاوزك من واحدة ده احنا منقول الكلام ده لبنات الصغيرة المراهقات عشان ما يدحكش عليها ده انت واحدة شفتي شفتي كتير ده انت اي ما بشيلت الراجل والست وتعالجي ابنك وشطرة وتعرفي تجيب القرش وانت ست شطرة قوي انت ست جدعة قوي ليه تتحطي في خانة ان واحدة تعد هتحاسبن فيكي ليل نهار وهي بقى ليه حق يا نور انا تقالتلي قبل كده شفت ست جزها ما اتجاوز عليها وهي كانت موافقة وكانت اتفاق ما بينهم وهي على قدر من التضحية والجهاد لان انا بقول ده جهاد انا لا اطيقه ده جهاد ان هي تستحمل ان جزها يتجاوز عليها ومن الحب انه عشان تبقى انت مبسوط يا حبيبي انا موافقة بس اسمعت منها ايه وهي ممكن تعرف نفسها لما تشوف الحلقة بس اسمحيلي ان انا اقول كده معلش عشان الناس تتعلم شوي هتقدار يتنامي كل يوم وواحدة عملت حاسبن فيكي وتقول حاسبي الله ونعم الوكيل فيكي ياللي خدتي جوزي حاسبي الله ونعم الوكيل فيكي ياللي دلوقتي مسكة ايد جوزي او بتعشي زي ما انا بعشي لو هتستحملي حاسبي الله ونعم الوكيل فيكي ياللي خدتي جوزي مني ومن عياله اتجاوزي والكل راجل عارف هو بيعمل ايه كويس اوه لقى فريسة معاه فلوس ومحتاج كلمتين حلوين محتاج راجل وعمل كده هو اقلم ان انا اتكلم عليه واقلم ان انا اذكره مش ده الراجل يعني انحنا لازم نقول لكل راجل بس هو مش ده تعريف الراجل ومش دايما هاقود اقول قصو دايما كان يقول لك زمان ايه سالي يا جماعة متحملة ع الرجالة يعني بتطبل للستات اكتر دلوقتي انا جاية عالستات قوي مش عشان حاجة عشان عايزك تغلي نفسك عايزك تبقيه حاسة بقيمة نفسك يا نور انتي مش شوية يا نور تاني هقول لك اللي يتعب ويعمل 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 بس هيجي اقول انه ما هو الراجل ده نعمل فيه ايه بس انا دايما بيبعث بي برضو غصبا عني على ايه اللي اداله فرصة هو يعمل لو عايزه تعرف نفسك في الاخر بس انتي خليكي اقوى من كده بس كده فيش حاجة تانية تتقال قلنا وكلمنا عن كل الاطراف النهاردة في القصة واستنكوا في قصة جديدة بس تكون قصة حقيقية عشان الواقع ده اغرب من خيالي والله لو حاولنا نفكر في ايه مش يبقى زي اللي بنشوفه هنا في قصة حقيقية استنون باي باي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة